ايضت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة وصوت أعضاء اللجنة لصالح فرض عقوبات على أعضاء في الأسرة الحاكمة السعودية وتقييد بيع الأسلحة للرياض على خلفية دور السعودية في اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدم للمرة الثالثة حق النقضة الفيتو ضد ثلاثة قرارات للكونغرس من شأنها أن تمنع مبيعات الأسلحة الطارئة إلى السعودية والإمارات وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس برار ترامب رفضه للقوانين قائلا أن من شأن القرارات المقترحة إضعاف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا وأن تضر بعلاقتها المهمة مع حلفائها كما أنها تتعارض بشكل مباشر مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وفق رأيه وأضاف ترامب أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل أمد الصراع في اليمن ويتسبب في إصابة عدد أكبر من المدنيين للمزيد من التفاصيل نضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول الإعلامي اليمنية عبدالله الحرزي سيدة عبدالله أهلا بك معنا وكيف ترى استخدام ترامب للفيتو للمرة الثالثة في تعطيل أو في أسماح لمبيعات الأسلحة لسعودية والإمارات بحجة الحرب اليمنية حقيقة أنا أرى هذا الموقف أنه خبر سار بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أن لجنة الكونغريس وفرت له منصة جديدة للاستعراب أمام بين قوسين حلفائه في الخليج وخاصة النظام السعودي ليظهر أمامه بشكل الحلاب الحامي وأنه لو لا وجود وتدخلات ترامب لتعرض هذا النظام للكثير من الإشكاليات كما ذكره في عديد من خطاباته إذن فطبعا هذا الاعتراض والفيتو من الرئيس الأمريكي هو بالنسبة له أمر سار جدا فهو سيوفر له المزيد من الفرص المناورة ضد النظام السعودي لاستخراج واستحلاب المزيد من الأموال كما يعلن صراحة أمام الملأة القرار يأتي على خلفية مبيعات بحوالي 8.1 مليار دولار وهذا مبلغ كبير ومهول بالنسبة للأمريكان لا يمكن أن يفرطوا فيه ربما تكون اللجنة صادقة في مبرراتها بمحاولة منع المأساة أو الحد من مأساة الحرب في اليمن وبكل تأكيد هي وعديد من أعضاء الكونغرس كانوا مستئل جدا من سلوك هذه الأسرة أقصد في النظام السعودي إزاء المعارضين منهم خاشقجي وغيرها من التصرفات التي قام بها بن سلمان طوال العامين الأخيرين لكن كما قلت كانوا يعرفون أنهم سيصطدمون لن يصلوا بهذه العقوبات إلى نهايتها هم قاموا بما عليهم وكانوا يعرفون أن تدخل ما سيحدث وهو ما تم من قبل الرئيس الأمريكي الذي لا أظن أحدا يوازيه في السرور بهذه القرارات من قبل الكونغرس وبقدرته على منعها وتحويلها إلى نقاط قوة في مناوراته وابتزازه الدائم للنظام السعودي نعم ينضم إلينا عبر سكايب من دبلن عبدالعزيز المؤيد المعارض السعودي كما وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعي من واشنطن سيجورد نيوباور الباحث في معهد دول الخليج بواشنطن سيد نيوباور أرحب بضيفة بداية وأبدأ معك سيد نيوباور استمرار ترامب في استخدام الفيتو للمرة الثالثة لأجل الاستمرار في بيع الأسلحة إلى سعودية والإمارات على الرغم من أن ذلك يبرر بحرب اليمن التي أصبحت سيئة السمعة عالميا ودوليا إلى أنه يتم الحديث عن أن ترامب يحقق مكاسب لأجل الانتخابات ولأجل تحقيق الوظائف وما إلى ذلك كيف يمكن فهم ذلك؟ بداية أنا سعيد بوجود معكم هذا المساء أتحدث عن المكون المالي والمبيعات قيمتها 8 مليارات دولار وهي ليست مبالغ كبيرة أعتقد أن القصة هنا أكبر من فيتو الذي استخدمه ترامب ضد قرار الكونغرس القصة هي أن السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة الأمريكية سواء كان الديمقراطيون في مجلس النواب أو الجمهوريون في مجلس الشيوخ هم اتحدوا في موقفهم حول كيف تتعامل إدارة ترامب مع السعودية من هذه الناحية حتى إذا كان رئيس ترامب على المدى القصير يمكنه أن يستخدم هذا الفيتو فأنه على المدى الطويل فأن السعوديين والإماراتيين تجدوا نفسها في موقف صعب من ناحية نظرة السياسين الأمريكيين والإمارات الآن قررت على الأقل أن تنسحب جزئيا من اليمن وذلك يفسره البعض بالغضب الموجود في الكونغرس وهذه قصة حقيقية وموجودة مشروع القرار الذي يتحدث عن فرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية هو يخرج من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويعكس هذا الغضب تجاه السعودية وتجاه الإمارات ولكن تحديدا هذه النقطة هل هناك أي معرفة بتطبيق هذا القرار إمكانية تطبيقه بالفعل أم أنه سينجح ترامب في فرض الفيتو مرة أخرى عليه القصة هي نفسها وهي أنه ما دام ليس هناك حركة ملموسة تقوم بها السعودية من أجل محاسبة الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي فأن هذه القصة ستظل عالقة فوق رؤوسهم وهذا الإجراء في المجال القصير لكن هناك اتفاق في الكونغرس على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تترك المجال للإفلات من العقاب وبكلمات أخرى نرى أن ترامب يعطي فرصاً للعلاقات مع السعودية على المدى القصير لكن على المدى الطويل لا بد أن ذلك سينعكس على السعودية وقد ينقلب إلى التونامي سريعاً نعم ابقى معي سيد سيجورد نيوباور أعود لك بعد قليل سيد عبد العزيز المؤيد اليوم لجنة العلاقات الخارجية تؤيد تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة كيف ترى هذا التشريع وإلى أي مدى يمكن تطبيقه طبعاً كبداية تدخل ترامب لا بد أن نأخذه في سياقنا أمريكا تبيع السلاحة للسعودية يعني بشكل مستمر فأيام أوباما كانت نفس القضية بيع السلاح للسعودية هو فرصة للحكومات الغربية أن تتفع مالياً من عقود سهلة ليس هناك برلمان يقر هذه العقود أو يراقب عليها ويوجد فيها مجال كبير للفساد أو للتلاعب أو لأخذ يعني تكون مربحة جداً للشركات المصنعة الآن المشكلة أن الضغط الشعبي القضية في السعودية قضية المعارضة أو قضية من يخالفون هذا النظام هي قضية عادلة فمثلاً حرب اليمن كمثال هي حرب لو كان للشعب السعودي شأن وتمثيل شعبي لم يكن أصلاً ليقبل بها فهذا الضرر كله من يسانده هو حكومات تنتفع منا وتسقط أخلاقياً يعني ترامب والحكومات الأمريكية والحكومات الأوروبية التي تكافح بالرغم من القرارات الملزمة للحد من بيع السلاح في مناطق النزاع التي يكون هناك فيها جرائم حرب تخسر سمعتها وتخسر البعد الأخلاق التي تقوم عليه هذه الدول لأجل أموال سهلة طبعاً ما يحدث الآن سنرى المزيد من الضغط لأن أصوات الناخبين في الأخير هي ضمير يعني ضمير الشعوب ضمير حي فهي لن تقبل بأن يكون هناك من يمثلها من يتعامل مع هذه الأنظمة القمعية وهذا ما نرى فمع قضية المرحوم جامال رحمة الله عليه مع حرب اليمن مع التصرفات التي تقوم بها السعودية في الدول العربية بدعم المستبدين والطغاء أصبح هناك رأي عام عالمي يضغط على السياسيين ويكون مسألة مهمة في السياسة الخارجية للدول والسياسيين الذي قد يسقطون بسببها ونرى أن ترامب الذي يبيع القضية أنه يهتم بالجانب الاقتصادي ولا يهتم بالجانب الأخلاقي هو حالة قد لا تكون كما ذكر ضيفك الكريم قد لا تكون على المدى الطويل صالحة للبقاء وهذه الدول تخسر كثيرا بهذا النوع من القادة ويبدو أن الشعوب سترفضها وسنرى ما سيحدث في الانتخابات الأمريكية نظر أن تتعاول على المدى الطويل في مسألة العقوبات بالنسبة للأسر الملكة وأيضا منع بيع الأسلحة لأجل تحقيق العدلة كما يقولون في هذه النقطة قالت وسائل إعلام السعودية إن أحد عشر جنديا سعوديا قتلوا في مواجهة مع الحوثيين بالحد الجنوبي للمملكة لحين أعلنت جماعة عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة بتجاه الأراضي السعودية من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي أعلن استمرار قيادة التحالف السعودي الإماراتي في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة إعلام تابعة للحوثيين أن مقتل الجماعة تمكنوا من إيقاف تقدم القوات السعودية قبالة حدود نجران وجزان وعصير بعد اشتباكات معها وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية في قطاع عصير جنوب غربي السعودية أعود إليك مرة أخرى سيد عبدالله الحرازي سيد عبدالله السعودية تعلن عن أحد عشر جنديا سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين والحوثي يعلن عن هجمات جديدة على المناطق السعودية وإفقاد السعودية ستر على مواقع عسكرية في قطاع عصير جنوب غربي السعودية ما هي هذه الملابسات وكيف يمكن فهم هذه البيانات من جانب كل من الطرفين حقيقة يمكن للمتابع أن يتساءل كيف لخبر مقتل أحد عشر جندي أن يتحول إلى خبر ذو أهمية ويصدر به بيان في حرب يفترض أنها تدخل عامها أو أنها فعليا في عامها الخامس الحقيقة أن الجيش السعودي لم يعد يقاتل على الحد الجنوبي هناك جريمة ستتكشف في الأيام القادمة جريمة حرب قد ترك فعلا إلى جريمة حرب وهي استخدام السعودية يمنيين يقومون باستجلابهم نتيجة الأوضاع الاقتصادي السيئة التي يعيشها اليمنيون نتيجة لطول أمد الحرب للقتال دون جيشها في هذه الحدود حتى اليوم أصبح عندما حدثت مواجهة مباشرة بين الميليشيا الحوتية وبين الجيش السعودي أصبح مقتل أحد عشر جنديا خبرا ذو أهمية الحقيقة يا سيدتي أن هذا الرقم كان سيكون مضاعفا ويوميا لو أن اليمنيون لا يتم الزج بهم في هذه المعركة الحدودية التي يفترض أن يتواجه فيها جيش مدرب ونظامي هو الجيش السعودي مع ميليشيا كان محكوم عليها بالخسارة منذ بداية هذه الحرب هذه الحرب التي بدأت بسردية أخلاقية وبمشروعية سياسية لكن طول أمدها وتلاعب التحالف بمجرياتها أوصلها إلى هذا الحال المزري الذي نراه اليوم بقايا تحالف تقوده السعودية بشكل مهتر أصبحت هي من تولول من جراء هجمات تقوم بها ميليشيا يفترض أنها محاصرة لكنها تستطيع أن تقوم ببعض الضربات الجوية البدائية هنا أو هناك بينما تعلن السعودية عن مقتل أحد عشر جنديا وكأن الحادثة كبيرة في حرب يفترض أنها حرب في النهاية نعم سيد نيو باور سيد أنور قيقاش يخرج في الواشنطن بوست ويتحدث عن ضرورة السلام وأنه السلام ليكون سهلا وليكن يسيرا في الوقت الذي تدفع فيه السعودية بأحد عشر جنديا قتلوا على الحد الجنوبي في مواجهات مع الحثيين والحثي لديه القدرة على توجيه الضربات إلى الداخل السعودي هل الولايات المتحدة تدفع باتجاه إنهاء هذه الحرب أم أن المملكة العربية السعودية ستستمر في تحمل تبعات هذه الحرب وحدها أعتقد أن التحدي الآن هو إيجاد مخرج لجميع الأطراف وقرقاش قال في التصريح لواشنطن بوز إن قرار الإمارات العربية المتحدة كانت حركة حسنينية وأعتقد أنه من المهم أن نفهم أن الإمارات لها أهداف تختلف عن أهداف السعودية والحوثيون أظهروا إمكانية تهديد البنية التحتية في السعودية لذلك فإن أي اتفاق السلام أو محادثات السلام بين الحوثيين والسعوديين سوف تؤكد حرص السعودية على أمنها ولكن في الوقت من الجانب الآخر كيف إن الانفتاح الإيراني الأمريكي المحتمل كيف سينعكس على اليمن وهذا سؤال استراتيجي ينبغي أن ننظر إليه لأنه إذا أصبح الملف اليمن جزءاً من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فربما تكون نقطة ضغط إضافية على السعودية وكل ذلك ليس واضحاً وليس مؤكداً كيف سيسير إذن وردنا الآن هذا الخبر العاجل مصادر للجزيرة مباشر مجهولون يغتلون خالد غيمان القيادي في حزب التجمع بعد خروجه من صلاة العشاء إذن بالضالع إذن مجهولون يغتلون خالد غيمان القيادي في حزب التجمع اليمني بعد خروجه من التجمع اليمني للإصلاح بعد خروجه من صلاة العشاء في الضالع وذلك وفقاً لمصادر للجزيرة مباشر سيد عبدالله الحرزي كيف تعلق على هذا الخبر حقيقة هو خبر مؤسف أن تستمر أن تستمر مسلسلات الاغتيالات هذه المسلسلات التي نفذ المرتكبوها والوالغون فيها وقبل أيام انكشفت الكثير من الخيوط صراحة ووجهة الاتهامات إلى القياد الجنوبي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك بإشراف هي المباشرة على مجموعة من الاغتيالات في محافظة عدن في جنوب اليمن وعدد آخر من المحافظات وفي هذا السياق تأتي هذه الحادثة هذه ليست حادثة منفصلة للأسف الشديد هو عمل ممنهج تشرف عليه جهات معروفة يقول الخبر مجهولون صحيح أن المنفذون المباشرون القتل المباشرون مجهولون لكن القتل المسيطرون والمواجهون باتوا شديدين وضوح إلى درجة أنهم لم ينفوا حتى التهم التي وجهت لهم وهي محاضر سجلت في النيابة العامة تسربت للإعلام قبل أيام قليلة توجه أصابع الاتهام عبر منفذين تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم تحدثوا عن من مولهم ودربهم وآواهم وهربهم من السجون أيضا هذا الأمر بات معروف وحتى من وجهت إليه أصابع الاتهام ويعرفه اليمنيون تماما وهو أمثال هاني بن بريك المدعوم إماراتيا والذي لا ينفك يستعرض صوره مع محمد بن زايد بين فينة وآخرى حتى هو على حسابه الموثق في تويتر لم ينفي بل كابرة وقال أنه أن ما يكون به هو نوع من مكافحة الإرهاب كما قال نحن نحمل المسؤولية الكاملة لهذه الميليشيات المدعومة المراكية نعم سيد عبد الله الحرازي الإعلامي اليمني أشكرك شكرا جزيلا كنتمعنا عبر الأقبار الصراعي من أسطنبول سيد عبد العزيز المؤيد سؤالنا أخير السعودية تستمر في دفع وتكلفة هذه الحرب في اليمن من أبنائها ومن عدم الشعور بالأمان داخل الأراضي السعودية بينما الإمارات حليفتها تركت أساحة وخرجت للمقالات على الصحافة العالمية طبعا بالإضافة إلى أنها تدفع من الشهداء وأيضا تدفع القيمة الأخلاقية لقتل الأبرياء في اليمن من الأطفال وأيضا تدفع قيمة قلصادية ثقيلة جدا تقع على هذا الوطن يعني نرى في بيانات التحالف أنه يحاولون إدانة يعني إدانة ما يقوم به الحوثي ويتحدثون عن أعماء أنه باستهدافه للمدنيين داخلنا أنه يرتقي لجرائم الحرب ونحن نقول صحيح القصف المدنيين في أي مكان هو قد يصل إلى جرائم الحرب لكن ما الذي تفعله السعودية بالمقابل فجاري آدم كان يقول أن صناعة السلام أصعب من الحرب والجلوس مع الأعداء على طاولة واحدة هو أصعب من قصفهم بالمدافع فما يحدث الآن لا بد أن تجد القيادة لدى نفسها القدرة على صنع السلام القيادة اليمنية الحوثيين نتكلم الشعب اليمني بمن يمثله وأيضا في الرياض وقيادة في أبوظبي بأن يقوموا بإنهاء هذه الحرب التي لا مصلحة لأحد بها يتضرر منها المدنيين من الطرفين ولا مصلحة لا للشعب اليمني ولا للشعب السعودي من هذه الحرب والمستفيدة الوحيدة هم تجار السلاح في أمريكا وفي أوروبا نعم النشطة المعارضة السعودية عبدالعزيزة المؤيدة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من دبلن أشكرك شكرا جزيلا المسائيات مستمرة وبعد الفاصل أو بعد قليل الشأن المصري وفيه بعد مرور ثلاثمائة يوم على اختفاء البرلماني مصطفى النجار نجله سهيل يطالب بمعرفة مصيره في رسالة مؤثرة ترجمة نانسي قنقر